السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة حلقتنا اليوم على واحد شاب اسمه ياسين فالعمار دياله 30 عام المزوج مع واحد سيدة اسمه اكرام فالعمار دياله 26 عام هاد اكرام مع هاد ياسين كانو نموذج ومثل حي دي الوحجو الشاباب المزوجين والعلاقة الزوجية ديالهم على احسن ما يرام ما كانوش بيناتهم الخصام او لمشاكل او الصداع او النزاعات كما كيوقع الباقي المزوجين وانما هاد الناس كانوا كيحسدوهم يغيروا من هم عائلة ديالهم،اصحابهم وجيرانهم كانوا كيحسدوهم يغيروا منهم على العلاقة والبيناتهم علاقة قوية ومتوجينة بزفر كانوا ديما كيسافروا باجوج بهم remindهم يجيوا بجوج بهم danger يتخري اريد تعقشو ويتغدهو على برا المهم علاقتهم على احسن ما العلاقة ديالهم كانت مزيانة في الحيات الزوجية كما هي مزيانة في الحياة الميهنية لان هاد اكرام وهاد سيد اسمه توياسين كانوا من غير ان هم مزوجين وكانوا بيناتهم واحد علاقة opportunity للعامل كتحدة بجوج لانه بجوج بي هم شركة في واحد مطعم balloon هذا المطعم او لهذا الرئيس طوق قبل ما يزوجه كانوا شركة في اهم وايه بجوج بي هم ابنة وهم بجوج دخلوا راس المال بجوج بي هم وريPاتا بمناصفا يمن perlu لأرباح قسم عليهم ونو ميته اموه هم الى موات العلاقه الفيديو لخدمه وكمة ضلل بنوات العلاقه الذى زوج دي هم ولكن هما يوطقوا هذه القادية في عقل الزواج في عقل الزواج من جوجه داروا واحد شرط واحد شرط واحد البنود وطقوا فيه شنية الشرط؟ قالوا بأن أي حاجة تكون بيناتنا تكون مناصفة بحالة 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 الشركة يعني من هذك المطعم ديالهم ديال الخدمة من هالدار من هالطموبيلات من الفلوس اللي في البانك المهم أي حاجة بيناتهم مناصفة وهذا على فكرة أن هذ الشرط هذي الكدر في عقل الزواج ما هيش غير قانونية او الحرام او لش حاجة وانما شكن الصعي القانون خاص غير هاد الشروط هادو ميكونوش مخالفين للديل اسلامي او لمخالفين القانون او لمخالفين الاخلاق الحميدة معلينة هاد العقد هادو وثقت العلاقة الميهنية ديالهم ولا هم زوجين الاخير وباخير ديالس خمسين ديال الزواج وهم على احسن ما يورعم المطعم ديالهم زاد كبر كبر ديالوا مطعم اخر تروض ديالهم الضعفات ديالوا واحدة الدار اللي هي فاخرة واحدة بارطومو شروفو حد الحيراقي ديالوا طموبيلات كل واحد بطموبيلته الفلوس عندهم فلابونك موجودة ولله الحمد المهم اي حاجة في هذه الممتلكات هو ما يفاها مناصفة هي هاد كده عياسين مع امراته اكرام زادوا عندهم واحد جوجو بليدات تويميين دابة حاليا عندهم خمسين في العمر ديالهم هاد اكرام هاد كان روتين ديالها اليومي انها اشنو كدير كتفق الصباح كتفطر مع راجلها راجلها كسبقها كي يمشي الريستو اللي كيلقع محلول لان الخدامة يجيو حلو ذلك شيء هي كتبقى في الدار كتدي وليداتها للمدرسة من بعد ذلك شيء عاد كتمشي الريستو تقابل شيء حويجات تمامية تشوف راجلها تشوف الخدامة تشوف كذا كذا وكتخرج ما تطورش بزيال تخرج تدوز على السوبر مارشي تقدر شيء حويج خاصة للدار او الوليداتها او الاليهية او راجلها تركب العطا موبيلتها وكترجع للدار كتسنى وليداتها تلتيجي ومن المدرسة تقابلهم تالي شيء عاد كتمشي الريستو لدرسة وتعاونوا في مسائل خاصة ترجع او تاني هي وياه هذا هو الروتين اليومي ديالها هذا الكرام كان يوميا والدها والعائلة ديالها كتطمئنوا عليها وكعيطوها في تليفون هذا الشيء كانوا ملفين وهمايا ديما كتصلوا بها ديما كتطمئنوا عليها هي هاديك واحد نهار من نهارات الوالدين ديال الكرام كتصلوا بها في تليفون كتصلوا يتصلوا ووالو تليفون طافي او لخارج تغطية لا تجاوبهمش هنا الوالدين شو شو عليها تصلوا براجلها اللي كان مازال خدام في الريستو دياله كتصلوا بيك يقول لهم انا نيسا كانت تصل بها ما تجاوبني موالو انا خليتها في الدار من بعد ما افترنا انا جيت لخدمة ديالي ويا خليتها غتكون دات الوليدات المدرسة ها تشيل عارف عليها تصلت بها لانها ما رجعتش للخدمة هنا يبيني شوفها كتدير الشريت اش دارت لا تجاوبنيش قلت انسالي من الخدمة ديالي ورجعتها مهم انا معرف الاولى هنا الوالدين دولها تشوشوا بزاف هزا صمو جاول عند راجل بنتهم جاو عدو وسوله وقل لي شوف بنتنا احنا ما عرفناش فينا ايه وشوشنا لا قال لي مهو اكيد راه هنا ولا هنا ورا عند صاحبه او لش حاجة انا عدنا را كبير اغرب عقلاء راكز على فين نمشي هذا مهم هو ما يتشوشوا بزاف هذه الراجل هادثة هو يبدو يقلب معهم يقلبوا هنا 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 عد صحابها عد الناس اللي كتعرف امشيوا المدرسة الوليداتها علقوها بانها جابت الوليدات ولكن ما رجعش ليهم هو اللي يرجع جابهم شافوا البرنامج اليومي اليومي ديالها وعلى حساب مقال لهم هو يلك الراجل انها ضروري كتجي تتبعني من بعد ما كتدي الدراج لمدرسة كتجي تتبعني للريستو كتترجع تخرج تسطع موبيلها وكتجي تسطع موبيلها كتجي تتقضي حواجات كتجي ترجع للدار كتجي تسطع مسائلة في الدار وكتجي ترجع الرئيسة وكتجي ترجع لدوار راستو هذا هو الرسول اليومي ديالها المهم يقلبوا تقريبا واحد يومين يومين هم يقلبوا وقوالوا وغبروا لها الاصر هذا الكرام تهو واحد ما عرفه فين نشيت ما خلاه فين سووله الجيران تهو واحد ما يعطاههم شي اخبار هيا هذيك الوالدين مع دراجل هادا هدا ياسين هادا امشاوا على البوليس امشاوا وسجلوا واحد شي كاية ببحث لفائل السعائلة اعطاوا البوليس صويرة ديالها وجامل المعلومات البيانات عليها البوليس قيدوا ليهم محضر وقالوا ليهم صافي احنا قد نبحتوك ولا عرفنا اش هاجة قد نعلموكم المهمين البوليس بدأوا البحث ديالهم جاءوا الموحيط ديالها سولوا الجيران سولوا صحاباتها من بعد ما عرفوهم من عند الوالدين ديالها سولوا كل شي سولوا الخدمة ديالها الخدامي اللي عندها سولوا اي واحد وقالوا البوليس هما ما وصلوا لشي حاجة مفيدة هنال الراجل غادي عاودوا يعيطوا ليه وغادي سولوا ويقولوا يشوف قولينا هيا اش نموال فكتدير من كتفاق الصباح في كتمشي في كتجي اعطاهم نفس المعلومات اللي اعطار الوالدين ديالها ومن خلال هذه المعلومات انها كتمشي للسوبرمارشي اينا السوبرمارشي هاداك اللي حدانة في الحي امشيوا ليه كيف العادة كيدخلوا ولكن هما يبطع بالحال موالين سوبرمارشي غادي عارفو الكليانات كاملين ما غاديش عقلوا عليهم امشيوا الكاميرا كي يشوفوا الكاميرا كي يلقوا فعلاني تلك اكرام دخلات مع جوية 9 عضن صبح المكاك 10 لاروب دخلات لهادك السوبرمارشي تقدت داست في الكوروار الول الثاني الثالث تقدت المسائل اللي بغا تقدمت خلصات وخرجات أمور عادية ولكن من اللي خرجات ما عرفوه جميع موالين البوليس وراثت راجلها كانوا في السوبرمارشي كاملين خرجوا قدام السوبرمارشي راجلها كتبا لي الطاموبيل واخف قدام السوبرمارشي طاموبيل ديالها ما كانش واصلها الكاميرا ديال السوبرمارشي يعني ما غتكون شايفة توقعوا يجريوا الطاموبيل أول حاجة كي تشوفوا البوليس أن الباب دلها بجهة السائق محلول حلوه البولي تجلقه محلول حلوه البيبال اللورانيين يجلقون الشانطة دلها يعني الصاك اليدوي دلها و يجلقوا حصاشيات في المطقة دلتت من السوبر مارشي يعني هذ مرة هذي تقدت و خرجات بغت تركب طموبيلتها حطت ساكت و حطت السلعة دلتت حطتها ورعها و يلا حلت الباب بغت تركب جاء هذا الخاطف او لا القاتل او لا هذا اللي يتعدى لها جاءها اخطفها الى ويشاق مجهولة ذوي البوليس خاصهم يعرفه شكل اللي يوصل الى هنا وشكل اللي يدوه معه وشكل اللي يدعه يعني هنا هذا الموحد دي لديك السوبر مارشي هنا في الوقعات الجريمة دي الاختطاف اوروبا مهدفة للبوليس لهذا البوليس غد يبدأ البحث ديالهم من هذا الاساس هذا غد يطوي وقاط البلاثة هذه الجهة السوبر مارشي وحداه الموحد دياله كانت في الجهة المقابلة ديال هذك السوبر مارشي وحد جردة جردة كبيرة بزاف كريحوا في الناس والمتقاعدين والشباب وذلك شي كريحوا فيها وكان من وراءها كان وحل شنطي عاد البنايات المهم واحد الفرقة ديال البوليسي اللي تكلفت ببحث في الموحدة السوبر مارشي وهذك الجردة قالوا اكيد شي واحد هنا يلي كان مريح هنا يكون شايف شي هاجر يكون شايف هذا البنت شكون خطفها شكون تعدى عليها شكون تدها شكون جاعدها احنا كنقولو صافي يعني بغوا يديرو الخدمة دياله ليس صافي واحد الفرقة كما قلنا تكلفت انها تبحث في هذا المجال هذا ابقات حد السوبر مارشي والموحد ديالوغ وفي الجردة بينما فرقة اخرى رجعت الموحد بالسكنة ديال هذك اكرام كتتقلب الجيران اصحاب راجلها كتتقلب هذا الاطار هذك هذك الفرقة الرجعول لها دابة لمشيات الموحد ديال اكرام كتتسول كتتسول على العلاقة ديال راجلها مع اكرام يعني هذك ياسين مع اكرام العلاقة ديالهم كيف كانت وحنا كيف قلنا في الاول هذة العلاقة ديالهم علاقة ديالهم زيانة ومتينة وعلاقة قوية بزاف كيبغيوا بعضياتهم وما قدرونش يتفارقوا لبادياتهم وكانت المثال ومضرب ديال انها واحد العلاقة الزوجية ناجحة بمية في المية الجيران والاصديقاء كانوا ينأكدوا البوليس هذة القضية هذي ولكن البوليس كيعرفوا حاجة وحدة اي حالة اختفاء من طرف احد الزوجين كيكون الطرف الاخر متهم واحد المية في المية لهذا الزوج ديال الاكرام خاصه يكون موضوع بحث ويبحثوا عليه ويتحروا عليه علاقته كديرا مع مراته اكرام فعلا نيس ما يدهوش على حضرة ديال الجيران او ديال الاصديقاء المقربين ابقوا كيبحتو 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 بوسائلهم الخاصة كيقلبو كيسولو هنا 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 لحتى غذي لقاوه واحد القاضية غذي لقاوه واحد القاضية ديال ان هذك ياسين راجل اكرام ماشي كيف كان كيبان للناس انه راجل ميتالي وزوج الخلوق وانسان مقدبو ذك شي وانما لقاوه كانت عدو واحد العلاقة غير شرعية موحد سيد اخرى يعني كان كيخون هذك اكرام مراته شكون هذ البنت هذي اللي كان كيخون اكرام معها هني البوليس عرفوه شكون مايه الا واحد البنت اسميه احسان خدامه عندهم في الريستورو هذيك الريستورو او المطعم الكبير اللي عند ياسين مع اكرام كانت خدامه عندهم واحد البنت واحد البنت اسميه احسان فالعمار دياله 23 عام ابنته جميله وزوينه ما شاء الله سبارك الله هي هذيك كانت جايه موحد المدين اخرى كتقلب لخدمه وخدمه هذي ياسين كاريا واحد دويرة علاقة دلحال فوحد الحي اللي هو بعيد هذيك الحي اللي ساكن فيه ياسين دارما علاقة وتعرف عليها هو عدف الزواج ولكن يمشي عدك يتردد عليها للدار هني البوليس اللي عرفوا هذي المعلومات هذي مش وعد هذي احسان هذي الخدامه في المطعم عدي ياسين و اكرام وصولوها انتي عندكش علاقة مع ياسين راجل اكرام قلت لهم لا في الاول حاولات انها تنقر ولكن ضغطوا لي البوليس بوسائلهم خاصة على تعرفات قلت لهم هذي السيد هذي اللي هو الباترون دي هالي معدي مندير انا خدم مع الدهناية ولكن هو كل نهار كتحرش بيه كتحرش بيه اللي احسطت معه في علاقة هذي السيد هذي عنده الفلوس و انا ما عنديش اللي يجرع ليه ما عنديش في المشي اللي هذي اضطريت ان يندير مع علاقة يعني السيد كان كيبتزها يعني الخدمة مقابلة هذي يقدر مع علاقة ولا كيتواعد معها ولكن هواي كان كيبغيها ولا كيتواعد معها على الزواج ولكن المشكل ديالو انه كيفاش خاصه يزوج بها ايلا بغي تزوج بها خاصه يطلق لاخره لان اكرام مغتوافقش ليه ولا طلقها خبار فروسكم غضيقسم مع التاركة كاملة يقسمها مع اكرام هنالي البوليس اللي عرفوا هذي المعلومات كاملة دارو هذي ياسين راجل اكرام في واحد الخانة دي الشبوهات ودي الشقوك وبدأوا يقلبوا عليه وسولوا عليه ويبحتوا عليه ويدعوا لي واحد مراقبة لاثيقة هو هذي كإحسان ولكن للأسف هذ المراقبة ما جاش بالنتجة هذي ياسين هذا قصدعوه البوليس الكوميسارية وحاولوا يحقمها ويش بدوا منه شي حاجة ولو رقليلا مني بدوا البحث ديلهم ولكن السيد كان عارف شنو كيدير ولو ما قالتش حاجة اللي يقول لي ويؤكدوا لي بمرارا وتكرارا ان مراتي اكرام لا عمرها دار ومامات ولادي ما يمكنش لي ندير فاش حاجة لغة تأديها انا راني داخل معا بالنص لكمية فلوساتي انا فلوسي ما يمكنش ندير وشي هذا وولداتنا مازالين صغارين واش انا غدين يتم ولداتي على ود الفلوس ما يمكنش هذا الشي هذا مستحيل ايه هذيك البوليس كتلقوه لانه اصلا باقي ما متهم مواله هنا انا رجع الفرق الاخرى اللي يتقلب في المحيطة ديال السوبرمار شوف الجرده اللي قدامه كما قلنا هذه الجرده اللي هي كبيرة بزاف البوليس غد يلقى واحد مفاجأة غد يلقى واحد السيد كريح ديمة في ذلك الجرده السيد هذا رجل متقاعد رجل كبير في العمر راكم عارف المتقاعدين كينوضق ما كان القوم يديروا من الكفتره كينوضقوا في الجرده كينوضقوا هنا وحسيت كم من هذه الناس النارد وريح مع جوية السعود بحل مكاك مريح في الجرده وهذه البلاس اللي كان مريح فيها كانت انفاس مع الطوابيل ديالالإكرام ومع السوبرمارشي وشاف المشهد كامل طاح علي البوليس السلام عليكم السلام قالوا لي شريفوش انتك تريحني ديما قالوا لي اه انراني متقاعد وكريحنا ديما وراء السكنة دياله هنا نعتم غير في الشارع كيف تريد الجو وصافي قالوا لي سمح لي نسولك واشنطايا شفتي نهار فلان فلاني أعطاه تاريخ لي مكان جبيد أصلا واحد اليومين تقريبا قالوا لي واشفتي واحد السيدة وراءه تصويرها هات السيدة واشفتيها واشفتيها لعدي هذه الطاوبيل الطاوبيل أصلا بقي محركة والبوليس لولو بقى وحاطينها تحت المراقبة ليعود يجيها شي واحد يحاول يسرقها او الموجرين من رجعت من ماء او لو حاطينها تحت المراقبة ومخلينها بلاصة شاف الطاوبيل شاف البنت اللي اعطاه في الصورة اللي هي اكرام قالوا اه عقلت عليها عقلت عليها مأكد اه وكيف اش عقلت عليها وانت قدامك يدوش شحام من راجل وشحام من مراق وشحام من طاوبيل ما يمكنش خاصة تعطيني شي داليل باش عقلت عليها قالوا اه كين الداليل شنا هو واحد السيدة انا قلت انها وانا كنشوف فدق السيدة خارجة من خارجة من السوبي المارشير للبنت اللي وريتوني السوارة دياله خارجة من طاوبيل حلاتها حطت حويجال اللور ووقفت عليها واحد السيدة اخرى نزلت من واحد طاوبيل هذه الطاوبيل نزلت منها كانت خضراء نزلت من عندها وجاءت عدو سلمات عليها انا من خلال تسليمة ديالهم بنتي انها كتعرفها على معرفة سابقة بيها يعني البنت كتعرفها وزاد قال ليهم هاد الراجل المتقاعد قال ليهم واحد اللحظة ما كملتش بزافة على الوقت واحد ربعات دقائق بحل ماكاك ومشيت كتجري هذيك البنت اللي بريوسوني دابها في الصويرا ومشيت كتجري وركبت معا في الطاوبيل وخلت طاوبيلتها وركبت معا في الطاوبيل ونطارقه بواحد سرعة جنونية هاد شي اللي شفت هنا البوليس قالوا لي إلا شفت يات السيدة أعطاهم الأوصفات كدائرة 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 الملامح والأوصف اللي اعطاها درجل العجوز هي نفس الملامح والمواصفات لذلك إحسان الصديقة ديال ياسين اللي بغي تزوج بها ويطلق إكرام هنا البوليس من خلال المعلومات هذي أمشى وعد هذيك إحسان عبتاني وستدعوه الكوميسارية النهار فلان فلاني النهار وقوع الاختطاف يعني هذيك النهار يعني تقريبا على حساب العجوز تقريبا اختفت هذه الإكرام مع جوه العشرة وناس بحلما كتا الصباح قالوا لها نهار فلان فلاني مع العشرق تلع 11 النهار فين كنتي قلت لي بكل سهولة قلت لي أنا كنت خدامة في الراستو خدامة وتقدروا تسولوا الياسين هنا البوليس يسولوا هذا المعلم ياسين كانت خدامة نهار ومخرجتش ومشيت الجوية ومشيت غدات ورجعت فقط أما نصنار كامل بقعت خدامة ولكن البوليس لا تهيقوش لأنه أصلا على علاقة معه وبغي تزوج بها السيد في الضغل وفي الشك أشنو دارو مشاوك قلب وتمي في باقي العاملين هذو كالخدامة الأخرين معاوما كانوا تميش ستولى بحقك خدامة في ذلك الريستو لأنه ريستو كبيرة سولهم نهارا فلان فلاني واش فلانة إحسان خرجت أو لما خرجتش تفكروا مزيان كان من أكد البوليس بأنه خرجت تقريبا تقريبا تصبح المكاك وما رجعت تقريبا تصبح المكاك وقالوا لي حاجة أخرى هذو العاملات الأخرين لأخدامة فرغيستو قالوا لي هذو الساعة فهو خرجتها هذو إحسان مع تصبح وارجعت مع تصبح مكاك ما كان شرب العامل ما كان شذك ياسين 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 خرج بمع تصعود ونصبح المكاك خرج بجوج بهم هي رجعت من حضارش ونصبح المكاك هو مرجعش يعني ياسين فين كان هذه اللحظة هنا يعرفوا البوليس بأن هذا ياسين ما هو إلا حقير وكذاب كدحك على البوليس وكي حاول يراوغ فيهم وكي حاول وعارف شي حاجة على اختفاء المراهة وإكرام إلى ما كانش هو السببب في هذا الشي لأنه نكرع البوليس قال يوم هذيك إحسان ما خرجت مواله هو أصلا رأي خرج معها وما رجعش هو أصلا لكن صنع كامل تقريبا رمكانش فين كان هنا يعودان يعيطوا لها البوليس واستدعوه وسؤولوه فين كنت نهار فلان فلان ما تسعوده نصب باقي نهار كامل يعني ما رجعتيش هنا يتفاجئ وتصدم كيف عارفوا البوليس أنني مجيشة ولكن هو حاول راوغ وقالوا 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 عن الناس كانت تقدس سلعة هنا وحاولوا يدوخهم ولكن البوليس لا يريد أن يمشي مع بعيد وإنما خلوه تحت المراقبة لكي لا يدين ما يجيب داروا بروسهم بحالة سيقوه ومهلوا الوقت اللي حتى يطيحوه هو متلبس هيا هذيك البوليس ومخدام مفاة تحقيق ديالهم يتوصلوا به إخبارية يقولوا فيها أنهم لقعوا جوتة مرمية ومعجم الطريق بالخرجة للمدينة يمشون البوليس رفقة الشرطة العلمية والشرطة القضائية كيقلبوا ذلك الجدد اللي كيلقوا مرمية معاية ومقتولة بعدة طعنات بجواحد جنوية أو لأل حادة لزوء الدولة مستدى الأمواس من أجل الشريح الطبي البوليس يحددوا لهوية ديالها وما هي إلا هذيك إكرام اللي كانت مختافية على رجلها وعلى ولادها وعلى عائلتها ومن خلال تشريح الطبي اللي داروا لهذه السيدة هذي إكرام يلقاهها بأنها مطعونة عدة طعنات تقريباً وحي سبعة طعنات كانوا ثلاثة منهم ومالت بولياء في الوافاة وكانت تعرضت التعذيب تعرضت التعذيب قبل ما تقتل هنا البوليس تصلوا براجلها وتصلوا بالوالدين للإكرام جاءوا وستعرفوا على الجثة هذه الإكرام في مستوى الأموات هنا الوالدين وراجلها نهاره يبقوا يبكي ويغوته ونهاره يبكي ويغوته ودخلوا في الأزمة نفسية خيبة بزاف شكون هذ المجريم يدار في بيتنا بحلم أكاق شكون هذ المجريم هذ وضع حرام هذا لا يأخذ في الحق راجلها قال البوليس أكيد خاصكم تجيبوا لي هذ القاتل هذا يدار في براتي بحلم أكاق ويتتموا لدي علامهم صعب هنا البوليس وضعتهم الصورة ولكن خاصهم اعترافات أول شيئة المادية من الموسى باش يطيحوا الجونات اللي هما في نظرهم هذك الراجل يعني راجل إكرام وهذك إحسان اللي عندها معها علاقة هذ الجوج هم اللي يشاكين فيهم البوليس حدوهم ولكن كيفاش قد يعترفوا هنا البوليس اعتمدوا على هذا الشاهد اللي لقاوه في الجردق هذك الراجل المتقاعد عبتان يستدعوا البوليس وجابوا الكوميسارية وقالوا لي يشوف الشريف هلنا قد يجيبوا لك واحد المجموعة للنساء وحاولوا التعرف من خلالهم هل هذه البنت او هذك السيدة هي جاءت عدد إكرام اللي ورينك في الصويرة قال لي مصافي أنا مستعد لنعرفها السيد عادوا هذك إكرام وجابوها الكوميسارية وحطوها في بسط طابور ديال البنات او طابور ديال السيدات ما جابوه مش مشاريع ديال البنات هذو وانما جابوهم غير من الكوميسارية كانوا بوليسيات ضابطات مفتيشات شرطة كانوا سيفيل يعني سيفيل يعني ملابسينش اللبسة ديال البوليس حطوهم كانوا عشرة بيهم تقريبا جابوها درجة المتقعد وقالوا لي يشوف الشريف عافا كلا ما حاولت تعرفين على هذه البنت لي جاءت عدد إكرام ودات معاها في الطاموبيل شكونا هي فيهم فبقى كيشوف الوهرة الأولى جبدع قال لي هذي على إحسان قالوا لي البوليس عاو تشوفوا تأكد مزيان وش هادي مأكد قال لي مآه انا نطلع عاوص ألف ديال البنت انا ما تخفيش ليها هالسيدة ديالي جاءت عدد هذه البنت اللي وريتوني في الصويرة ودات عناها في الطاموبيل وبالآمارة الطاموبيلة ديالها كانت خضرا ركبوه فيها صافي هذيك الراجل العجوز من اللي عرفها وتعرف عليها شكروا البوليس ومشا في حالاته هنا يا دوك البوليسيات مشاول عمل لهم او قاتل لك إكرام تحت ايدين ديال البوليس قبل يشوفوا ما عندك فين دوري ها ولا ها دابة كل شي ضدك الراجل الكبير هذي اللي شايفك ديك النهار في الجردان وانتي ماشتي ما ديتي ماشتي هذي رح شايفك من اللي ركبتي معك هذي رح شايفك من اللي ركبتي معك هذيك إكرام وركبتها معك في الطاموبيل وديتها من قدام السوبرمارشي اشنو قلتي لها وكيفاش تستدرج ديا وديتها معك وفين ديتها معك اصافي هنا يا دي إحسان ما لقعت فين تهرب وقررت انها تقول الحقيقة الحقيقة قلت لي وانا ما عليها تشي حاجة انا كنت كنعرف هذي كي ياسين راجل اكرام بغيتو هو بغاني وتواعدني على الزواج ولكن مراتو كان تعائق قدامنا كانت ما يعانم الزواج اذا هو طلقها غدلي النص ديالتروة دياله وهش مكانش باغيه لهذا قرر انه يصفي عليها وانا كنت غير طعم باش نجيبها ليه باش يصفي عليها لانه هو ما خاصه شبان قدام سوبر مارشي او لشي واحدك عارفوه انا غديمشي نستدرج عليه ومجيبها ليه حتى الدار فعل اني هذا النهار خرجنا بجوجبينة مع 9 دونس من المطعم اللي كنا خدامين فيه المراتو كان عارف البرنامج اليومي ديالها فهذا التوقيت بالضبط كتكون اما داخل سوبر مارشي او ليلة خارجة منه مشينا وحضيناها من عن بعد صيفتني انا بالطعموبيل ديالي وقفت قدام سوبر مارشي وبقيت كنت تسنى فيها من اللي خرجت ويا غدا وبتركة في الطعموبيل ديالها مشيت عادة سلمت عليها وقت لها ارى وليداتك تعرضوا الواحد لحادثة في المدراسة وراهزاتهم الامبيلونس وداتهم السبيطار وراه راجلك دابة ارى في السبيطار كنت تسنى فيك هي بدك تدوخة وبدك اللهفة سمعت ولاده في السبيطار مشيت وركبات معي ونسيت تلبية بدل الطعموبيل ديالة تسده ركبت معي في الطعموبيل ووصلت بها وبقيت غادية بها غادية بها غادية بها واحد اللي حضرت انتابه وتقول لي مشي ترق السبيطار هذي صافي هذه الساعة وخاة بقيت كلها فيها هنا اللي احتوصلنا لواحد الزنقة هذه الزنقة كانت خاوية حطيت اسمي قاتلها قاتلها هو يبان راجلة راجلة كانت تابعنا بطعموبيل اجاق وشد صحاق وركب اللور وقام زيارة وقال لي صافي سوق الطعموبيل وبقيت غادية بها اللي حتى ديناها واحد لابارتومو كراها لها الغارض هذا باش نقطلها فيها طلعناها الدارة تمناية كتفة هوايا على واحد الكرسي تربط لها إدام عجليهر وصدلها فما بسكوتش صافي يا هذي كذكياتين قال لي دابا غير راجعينتي خدمة باش تواحد ما يشك فينا أرجعت أنا الخدمة وخليتها معها تماما هنا يصل الضور هذا الإحسان هنا البوليس اعتقلوا على الفور هذا كياسين وجابوه جابوه الكوميسارية قال لي يشوف هذا إحسان شركة الجريمة ستعرف على كل شيء غير سهل على رأسك واعترف لنا بالحقيقة بلا ما تدورها نعرفنا كل شيء واجهوا بالاعتراف هذا الإحسان الذي قال لي كل شركة الحضراء في وجه لم يكن يقول اعترف كمّل لهم الجريمة كيف وقعها قال لي أنا بقيت في الدار مع هذه الإكرام بقيت نضرفها ونستخفها ونضرفها قلت لي شوفي سنطلقك ونزوج في هذه الإحسان هذه كنبغيها وكذا وكذا قلت لي أنا شوف دبر رأسك دبر مخك أنا المهم غير طلقني ونقسم معك كل واحد يروح لسبيله قلت لي أنا لا أنا أريد تروى كاملة أنا أصلاً كنت أفعل شي كامل غير باش منطلقك ونقسم معك ودابة اللي قسمت معك رأسك المهم ما بغيتش هي وافقة لتطلق ولكن قلت لي معدي من دربك ولكن المهم خليلي فلوسي أنا ما نسمح لك فلوسي وفلوس ولداتي وفلوس والدية ليعطوني ومولوك وكذا 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 أنت كنت ما ساوي هو هي 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 تم توجد هدراء والأخبر والذي سأتلت نقطلها جلب أحد جنوية وأتعاني كانت وثناء فيها خلال هذه الفترة كانت معي فلذار كانت تقريباً واحد اليومين هاديك اليومين هذا الموجليم كانت يضربها ويعدد فيها لماذا لكي قال الطبيب الشرعي أنها تعرضوا لتعديق قبلها تقتل هي هو غطة جالت الطموبيل ولكن ويجعلوا هذه الجددات في ميكا من هنا وميكا من الجالة أخرى ميكا كبارين ويجعلوا في المالة الطموبيل كل موهام في المالة الطموبيل ويجعلوا في وجهة الغابة في الخرجة للطريق أرموه وتم ما يفتر ليلة وأرجعوه كأن شيئا لم يكن هي هذيك وامام هذه الاعترافات بجوج بهم هذا الجوج مجرمين قدموهم البوليسة المحكمة لحكمات عليهم بالإعدام بجوج بهم لأن هذيك وخة ما قتلت ولكن هي شريكة معاه عارفة كل شيء وهذا نية الإجرامية أنها تقتل هذيك البنت لهذا حكمات راحتها هي بالإعدام وهناي سألت الحلقة ديالنا السلام عليكم ورحمة الله